أيوة مش حاسة إنها مرتاحة ولا عرفت سامح ما هو حقها دي خلاص كانتها تبقى عروسة كمان كم شهر وحضرت كل حاجة وكانت جاهزة وده بقى بعد ما رفضت عرسان ياما وما كانش عاجبها حد مريهان حسين لسه ما فائتش من صدمة اللي عملته فيها شيرين عبدالوهاب بإنها أخدت خطبها الدكتور بعد ما كانت مخطوبة لي لمدة سنة أيوة خلاص اعترفت وأقرت بالموضوع وإنها كانت مخطوبة لي بقى لها سنة وإنهم كمان كان كلها كم شهر وهيتجوزوا بس هو اختفى ومعرفتش راح فين وبطل يرد على تليفوناتها وتهرب منها وبعدها فترة فجأت بالكلام اللي بيتقال عليه هو وشيرين عبدالوهاب وإن فيه كمان قصة حب بينهم ومش كده هو بس دي كمان لقيت الفيديوهات بتاعتهم وصورهم غراء السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عن الموضوع وكأنها مش موجودة في حياته ولا كان فيه بينهم عدل الجواز مريهان بقى بما إنها لسه مغلولة أول ما تسألت عن الموضوع طلعت كل اللي في قلبها ومخلتش ليهم حاجة أيوة أمال إيه وقالت مها أصل الطيبين للطيبات وأنا طيبة وعلشان كده هو ما ينفعنيش والناس طبعا فهمت إن دي تلقيحة منها على شيرين وتامر اللي كان هيبقى جزها بإنهم لقين على بعض وإنهم مش طيبين ولا حاجة وإنهم فعلا يستهلوا بعض ما هي شايفة إنها خطفت خطبها منها فإزاي يعني هتبقى طيبة ومريهان ما سكتتش لحد هنا لقد زادت من الشعر بيت وقالت حتى لو أنا كنت عايزاة فهو ما كانش خير لي والدليل على كده إن ربنا بعده عني مش كل حاجة بنبقى عايزينها بتبقى كويسة لنا ولا في مصلحتنا وكمان قالت إن مامتها قالت كده إنه ما كانش ينفع لها وإنه حد مش كويس وإنه ما كانش عاجبها من الأول فأحسن إنه خد الشر وراح المفاجأة بقى إن تامر الراجل اللي اتنين من الوسط الفني مقطعين نفسهم عليه وش ووحش على شرين عبد الوهاب ومن يوم ما دخل حياتها والمصائب بتجري وراها مرة محاكمة ومرة نيابة ومرة أسام ومرة أخت مش أختها تطلع تتبلع عليها ومرة منافستها في الوسط الغنائي يغلوا منها والموضوع يتكشف وحاجة كده ملهاش أول من آخر وبرضو هي كل ده حطا تحت فترة الإختبار ما هي لسه ما أعلنتش عن الموضوع ولا شكلها تعلن دلوقتي خالص ما هي تعلمت من اللي فات حبتين مش هتطلع بواحد وتقول مرتبطين أو هنتجوز إلا لما تعرف هو مين ونوي معاها على إيه ما هي شافت كتير السنين اللي فاتت وما طلعتش حتى أغنية واحدة طول سنين جوازها من حسام حبيب ده غير الفلوس والمجوهرات اللي اتخذت منها علشان تصرف بيها يعني عرفت إمت الفلوس بعد مصارفتها كلها فمش هتحط نفسها في الموقف ده تاني ويمكن بقى بنت القلعة تكون فائت لنفسها وبالذات إن فيه إشعاعات كتير بتقول إنها بتبعد وترجع للدكتور تامر كتير ولست الدنيا بينهم مش تمام والخلافات اللي في البدايات لست شد حالها قوي والاحتمالية الأكبر إنهم مش هيكملوا سواء يعني ممكن تروح لمريهان وتقول لها خذي تاني ما يلزمنيش وبرضو مريهان مستهلة أبداً بعد ما طلعته فضحت الدنيا عن شرين عبدالوهاب وحبيبها الجديد خرجت ونزلت فوتو سيشن ليها يقلب الدنيا ولا أكنها زعلانة ولا مجروحة من اللي حصل وكانت لابسة فستان قسود إنما إيه وكانت بتقول يا أرض تهدي ما عليك يقدي ما هي برضو كيم كارديشين العرب وما بين الخلافات بين الفنانين الاتنين كانت لايلة عبداللطيف جاهزة بتوقعاتها اللي قالت فيها إن شرين عبدالوهاب هتعيش حياة جديدة بعيدة تماماً عن حسام حبيب وهترجع تاني لمجدها وتقلقها وهترجع تغني زي زمان ولما شافتها في حفلة جوي أوردز من كم يوم أكدت إنها فعلاً عايزة ترجع تاني وده بقى اللي خلى الغيرة تدب في قلبها نغم من تاني وده ظهر عليها في مشاهد الحفلة والطريقة اللي كانت بتبص بيها عليها وخايفة من المنافسة تاني ترجع بينهم وده بقى اللي هيزود الحملة على شرين من تاني ويخليها عايزة ترجع أسرع وأقوى من أي وقت وهلوقت مش في صالحها